بسلسية نظيفة يضرب الاهل موعداً مع افتتاحية الموندياليتو في كأس العالم مال الاندية في المغرب عشرين اتنين وعشرين اهداف حسين الشحات محمد شريف بيرسيتاو بداية قوية جداً للنادي الاهل يلفوز على اوكلاند سيتي بطل قارة اوكيانوسيا والتأهل لمواجهة سياتل بطل امريكا وبطل الكونكا كاف بالتأكيد انطلاقة قوية وبداية قوية جداً وزي ما انتم متعودين معنا التحليل الفني والرقمي والكواليس والاخبار الحصرية من خلال برنامج في كتفك اهلي واللي بالتأكيد من خلال منصتي عبر موقع يلا كورة وصفحة يلا كورة وايضاً كمان صفحة جي لسي سبورس بالتأكيد مهم جداً ابدأ في البداية ارحب بصديقي وزميلي العزيزة كريم سعيد مساء الفلة كريم مساء الفلة محمد والف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي وكل جماهير الكورة المصرية اكيد النادي الاهلي بيشرف الكورة المصرية النهاردة ويتأهل للدور ربع النهائي دي المونديال الانديا طبعا اكيد اول مرة في تاريخ النادي الاهلي ان هو يبدأ البطولة من المباراة اللي افتاة احياء دايما متعودين ومند الاهلي كان بيلعب من الدور التام بس طبعاً الكيه كلكم عارفين الدعوة اللي جات للنادي الاهلي لان النادي الهلي كان هو حامل لقب دور الابطال وحامل لقب الدوري المغالي وبالتالي النهاردة للاهلي لعب مباراة الافتاحية قدم فيها تقريباً يعني معظم فنوم كرة القدم قدام فريق مجتهد فريق اوكليند ولكن احنا اتكلمنا على اوكليند كتير يا محمد وقلنا انه فريق متوضع فنياً ومعندوش ادنى الدرجات المنافسة او التنافس مع النادي الاهلي وضيف على كيه كمان احنا قلنا انه فريق بقاله شهرين ملعبش مباراة رسمية فده اعتقد كان واضح جداً جداً في الحالة البدنية السيئة دي ظهر عليها الفريق فيه الشهر التاني من الامور التي كانت واضحة النهاردة في مباراة الافتاح للحضور الجماهيري الكبير ستين الف متفرج في ملع عبدالطنجة ومسندة ومؤذرة وتشجع للأهلي جميل طبعاً اكيد طبعاً النادي الاهلي كان في طريق والبدال في طريق كان افضل قرار بصراحة للبطولة وده اعتقد اللي خلى النهاردة الجماهيري المغربية شوفنا بتحتشن للمباراة وشوفنا حضور جماهيري كبير للنادي الاهلي مش متعودين كده في شمال افراق متعود كده مثلاً ربما في الخليج لكن النهاردة بصراحة الجماهيري المغربية أبهرتنا كلنا بزحفها للملعب ودعمها للنادي الاهلي منذ بداية المباراة واعتقد ده برضو سهل الامور اكتر بصراحة الامانة انا مقترع تماماً كانش فيه منافسة في المباراة كبيرة بس طبعا اكيد اكيد الاهلي ملوش ظنب ان اوكلاد ضعيف اوقع مش بتاعتي انا مليش دعوة بالظلط يعني في اخي انا في اخي برضو بلاعب بطل قارة وكلنا برضو باتفقين برضو بنقولها اوه ان اكيد قارة اوكلادوسيا اختلفت بعد خروج استراليا منها ورقناها وذهبها لتنافس سواء على مستوى منتخبات او مستوى الاندي انها تتنافس في اسيا اكيد طبعاً تخلى قارة اوكلادوسيا تضعف في مساءات منافسة يعني نيوزلندا بتنافس تاهيتي وبتنافس دول كاليدونيا الفرنسية وبزر وبزر بسيطة اوه حاجات بسيطة ده برضو ان الاهلي فنية ملوش دعوة انا بعمل شغلي ويه بعمل الواجب بتاعي وعندي لعيبة بحاول ادجاحها انا هرا شونا بيرسي تاوي بيعود للمشاركة بعد العودة من الاصابة الكهرباء بيستمر في التقلق ديك بدلت الاهلي النهاردة بنشوف فعلا ان الاهلي منذ فترة طويلة دكة قوية للغاية النجوم اللي قاعدين على الدكة يوازو النجوم اللي موجودين في الملعب ودي سمة الفريق البطل اكيد يا محمد طب تعالى بقى نسخن مع كل السادة للمشاهدين واللي بيتابعونا من خلال صفحة يلا كورة وصفحة جي لسي سبورت ومعنا الكواليس واخبار كما هي العادة طب نبدأ مع بعض واهم خبر دلوقتي والناس كلها عايزة تطمن على بيعسة فريق النادي الاهلي بعد المباراة ترجع تتوان ولا تفضل في طنجة يمكن كانت في الكواليس كانت في مفاجآت ان النادي الاهلي فضل وعرض على مسؤول الاتحاد الدولي فيفا ان الاهلي يفضل في مدينة طنجة فكرة السفر من تطوان لطنجة والعودة من تطنجة لتطوان تبتتكلم ما يقرب من حالي ساعة ونصف زهاب وساعة ونصف اياب وبالاضافة لده في مشقة والتدريبات والكلام ده كله فالكابتن سير عبدالحفيز عرض وقال نبدل في تنجة يا جماعة هو هنتمرن يومين تبتتكلم في تدريب النهاردة الخميس تدريب الجمعة وعندك مطش يوم السبت ففكرة السفر كانت تبقى مرهقة جدا الحاجة التانية ملعب تدريب قائل فيفا ليه اختار تطوان عشان المعايير عايز غرف خلع ملابس عايز بعض الادوات اللي ممكن تسمح ان المكونات التدريب تبقى في تطوان افضل لان ملعب تنجة كلها ملعب فرعية مفتوحة فما فيش غرف خلع ملابس فالقالي قالك لأ انا ما عنديش مشكلة انزل من الاوتوبيس اتضرب اطلع للأوتوبيس واروح اغير كل حاجة في القطيل ما عنديش اي مشاكل فلذلك اهم خبر واول خبر الاهل هيفضل في تنجة عكس سياتر سياتر هايجي يقعد في تطوان وبعد كده ليلة المباراة يوم الخميس بليل هايجي يقعد في تنجة ويلعب المباراة او يوم الجمعة ويلعب المباراة يوم الزر ده بداية الخبر التاني الناس كلها عارفة ان في وفود رايحة جاية في القرى الافريقية عشان دور السوبر خلال الاسبوع اللي جاي وعلى هامش كأس العالم الاندية وافدم الاتحاد الدولي وافدم الاتحاد الافريقية يعملوا اجتماعات مشتركة عشان يحطوا الخطوط العريضة لدور السوبر الافريقي كلنا عارفين ان شركة دور السوبر الشركة الايطالية زارت النادي الاهلي في بداية تفقدها للاندية اللي هتشارك في البطولة من المفاجآت كمان انهم حاليا موجودين في غينيا زاروا ملعب حراك وناكري وفي زيارة هيختتموا بيها الجولة اللي هيعملوها يوم 12 فبراير في جنوب افريقيا وافدم دور السوبر هيزور سانداونز عشان يكون وضع كل اللمسات على الاندية التمانية وعلى هامش كاس العالم اجتماعات فيه فوقاف عشان يحطوا كل التصور المتعلق بالبطولة خبر التالي ده وده فيه مفاجآت تخيلة كريم ان وافد نادي سانداونز كان موجود في ملعب طنجة وهيحضر كل مباراة الاهلي عشان يبقى فيه سكاوتينج وتحليل لكل شيء قبل ما يواجه الاهلي في دور عبطال افريقيا موضع صبعا ما بيستغلوا تواجهدهم في الملعب محمد اكيد لمراقبة النادي الاهلي وحا فيه طبعا احنا حدوتة الاهلي وسانداونز مكملة معانا للسنة التالتة على التوالي وحدوتة لا تنتهي يعني لا مستبرة حدوت لا تنتهي وان كان يعني النادي الاهلي طبعا كان السنة قبل الفاتحة هو له الغلبة في يعني الدور التمانية هما السنة اللي فاتح كان لهم الغلبة في دور المجموعات وقدروا ياخدوا الصدارة على حساب النادي الاهلي لكن احنا السنة طبعا اكيد برضو بنتقابل فيه دور المجموعات وواضح جدا جدا انسانداونز عارفين هو بيشتغل بنفس الاسطوب بتاع الانديها في اوروبا انسانداونز العقلية عندهم فيها عقلية متقدمة جدا 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 وهم طبعا اكيد بيستغلوا التعرضهم في المغرب وبيسجلوا كل يعني اي فريم هيسجلوا للاهلي في اي مباراة مفيد لهم الجدنة الجدنة طبعا احنا عافين نادي الاهلي بعد نهاية ان شاء الله مشواره في مونديال الاندية هيسافر الاول للسودان عشان يلاقي نادي الهلال في الجولة التانية من دور المجموعات وبعد كده يلعب بقى ماتش سنداونز وهم المفروض كان من الماتش المتأجل يلعب ماتش سنداونز هنا ان شاء الله في القاهرة واكيد طبيعي جدا هم اكيد مختمين بكل اي ماتيريال هياخدوها للنادي الاهلي في المونديال دي كانت ابرز الاخبار والمعلومات ولكن بقى كمان وانا بتكلم مع كريم في جزئية مباراة اوكلاند سيتي اكتر حاجة كانت واضحة من نسبالك وكانت مفاجأة سواء في تشكيل الاهلي سواء في تغييرات كولر سواء في اداء عدد من اللعب شفتها ازاي او ايه اللي ممكن تقدر تقوله في الجزئية دي افضل الشي انا شايف يا محمد كولر عمله في المباراة ان هو مكمل على الطريقة اللي استحداثها ليه الفريق بأربعة عثلاثة والتخالي عن أربعة عثلاثة واحد طبعا هنتكلم عليه بشكل مستفيد في فقرة الصبورة ان شاء الله لكن واحدة برضو من النقطة المهمة ان احنا بدأنا نشوف تثبيت للتشكيل اللي نادي الاهلي في المباراة الاخيرة وانا اعتقد فوجة نظري معظم متابعين للمباراة دي لما كانوا بتوقعوا التشكيل الناس كلها توقعت التشكيل فعلا اللعب بين محمد شيه هو المهاجم الرئيسي عبدالقادر وحسين الشحاد هيلعبوا على الأجنحة سلاسي خط الوسط أليو ديانج وحمد فاتح وعمل السلاح ما حدش كان مختلف خالص اعتقد فيه توقعاته عن شفناها في أرض المراحة اللي عايز اقوله كمان ان اكيد شيء جيد اوي بحب اوي اوي في اي بطولة مجمعة انك تلعبها بقوة مثل ده الرجال يعني اول ماتش ليك يبقى قدام فريق في المتناول جدا كمان بعكيات لاعب فريق اقوى منه شوية بعكيات تلس عبقى ان شاء الله بإذن الله الحلم لها مرحلة الوحش ان شاء الله بإذن الله اللاعب رامدري شيء جيد انك كمان تخش ماتش سياتل ساوندرز وانت يعني ايه سخنان من ماتش اوكلان يعني ماتش اوكلان سخنك دخل اللعيبة فورمت البطولة فورمت البطولة وانك سخنت ماتش كويس ولعبت ماتش حلو ونص مبسوطة واجبت اجوان حلو واجبت اجوان كمان بتاكتكس مختلفة كل ده حلو من مباراة اوكلاند وان شاء الله ان شاء الله نتوقع المزيد في مباراة سياتل بإذن الله يوم السابق بإذن الله طبعا ده لمفاجأة اقول ولا تقول اعمل لكم مسابقة برعاية طبعا جي الاسي وتيشرت قميس النادل الاهلي الوفيشل الرسمي وعليه لوجو طبعا شركة جي الاسي تقدروا تكسبوا تيشرت الاهلي لو توقعت نتيجة مباراة الاهلي القادمة امام السياتل ساوندرز الامريكي بتوقع النتيجة من وجه التنزرك واكتبها لنا فيه الكومنت بس اهم حاجة انك تكون عامل لايك لصفحة يلا قورا وعمل لايك لصفحة جي الاسي سبورت ويكتب لنا الكومنت بتاعك وتوقعك في تعليق على الفيديو وان شاء الله بإذن الله بإذن الله صاحب الحظ هيكون فائز بقميس النادل الاهلي محمد وعليه شركة جي الاسي وعندك فرصة هو عظيمة من يوم الخميس والجمعة والمطش السبت ففرصة كل واحدة توقع النتيجة وبإذن الله بقى يكون فيه فائزين بس هيه طبعا تيشرت الاول وبعد كده ان شاء الله يبقى فيه مفاجئات خلال الفترة القادمة ده الجزء الاول لان بالتأكيد الجزء التاني مهم جدا وعندنا فيه كلام مهم جدا فقرة السبورة والتحليل وكريم محضر شوية امور تكتيكية النهاردة كولر اشتغل عليها في مباراة أوكلاندزيتي يلا بنا ورجعنا لكم مرة تانية وفقرة السبورة وهنتكلم بقى في القامة والتشكيل وطريقة اللعب والتغيرات اللي اجراها مارسل كولر وبالتالي كل هزه الأمور الفنية اللي تمت فيه ملعب المباراة الاهلي فازة بسلاسة أهداف مقابل لاشي كريم يمكن القامة الامور التكتيكية والخططية والتغيرات اللي تمت من خلال فقرة السبورة ايه الملامح اللي انت شفتها لمارسل كولر من خلال هذا المباراة ان هو يعني واضح جدا ان كولر والجهاز الفني درسوا فريق اوكلاند بشكل واضح وزي ما احنا قلنا حتى في الفقرة اولى يا محمد بصراحة ان طبع فريق اوكلاند فريق محترم ومجتهدين وبيحاولوا يقدموا الكرة لي كرة جيدة عن بلدهم وعن كرة بلدهم وهم كمان متصدرين الدولي نكت زي ما انا قلت في الفقرة اولى حب اللعب فريق يعني برضو فريق متواضع عنده مشاكل كتيرة جدا 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 في التمركز عنده مشاكل كبيرة جدا جدا في السنائيات شوفنا طبعا كل قوات السنائية تقريبا النادي الاهلي حصل عليها بيخلف طبعا انا قلت ان كان اكبر برضو نقطة فغرة في الفريق هو حارس مرمع حارس مرمع ضعيف للغاية اللي بايلان كولر درس اوكلان بشكل كويس ان اوكلان اهم ميزة عنده ان هو بيحب يضغط ضغط عالي ده شوفناه في ملخصات اللي شوفناه له فيه دوري ابطال اوكيانوسيا وشوفناه له فيه الدولي النيوزلاندي النهاردة هم حققوا له في البداية كده يعني ايه في بعض الهجمات يضغطوا عن نادي الاهلي ضغط عالي ان الاهلي كان بيدخل بالكرة بشكل ثلث جدا شكل سهل الاهلي بيستمر في التقلق يا محمد مع كولر بطريقة اربعة ثلاثة ثلاثة ومنذو يعني دي الثانية تلاتين او اربعين النادي الاهلي كان على طول بيدغط على فريق اوكلاند من عند تلت منعب من عند حارس المرمع يعني النادي اوكلاند برضو واضح جدا المدير الفني الاسباني رييرا من محبي تيكي تاكا ومن محبي ان هو يبدأ الهجمة من عند حارس المرمع شوفنا النادي الاهلي منع اوكلاند ان هو يفكر بس يحط الكرة على الارض وكان عطوب يتجهوا له الكرات الطولية وبعد مرور العشر دايب انا نشوف سيطارة النادي الاهلي خلاص بقت كلياتا على المباراة والنادي طبعا اوكلاند كان عنده بعض الهجمات اللي لاحق من الكلم عليها من الكرات العرضية لكن النادي الاهلي كان استحواز على مباراة واضح جدا بيتفرج فيه فرق واضح جدا 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 ان مسألة احراز النادي الاهلي لهدف مسألة وقت ليه لان دفاع نادي اوكلاند واقفين بشكل عشوائي جدا خصوة حتى في المنطقة اللي قدام منطقة جزاهم الفريق حتى معندوش اي سنس ان كلماتيجي توقفين هو ما ينفعش كالك توقف على خط واحد الجنة بتاع حسين الشاحات لما يجي يتفرج عليه والتدرج بالكرة هنلاقي ان لعب من الاهلي يوقفين هنا هو عالف حصار و الكل حتى لو عدت محسين الشاحات لمفتر مفتر حسين الشاحات مثلا تغلط ما عايفش يستلمها او عمل مسبة فيه لعيب من الهجة الهجة في الهجة في الهجة في الهجة هتلاقيهم الترصصين قداما بضوط الجزاء ده بسبب ايه منفيش وعي تكتيكي اللعبية في الملعب خلي بالك تحركاتهم غير ما انت تتفاجع على التيفيزيون في رجع التيفيزيون دي دي حاجة سينمائية انت شايف من الكاميرا عالية وقعد في التكييف والدنيا حلوة اللعب جوا الملعب دي دنيا تانية خالص وعايزة وعي تكتيكي انا بتحرك فيه للملعب كبير عدم الوعي تكتيكي اللعند لعبة نادي اوكلون خلي النادي الاهلي يسايتهم خلي باك يا محمد كالهب ببساطة الفكر كلها في الهجة في الاول لان ونز ان اوكلون دخل فيه جن واحد بح وكلنا كنا متأكدين من جنة لان هما يعني غصبا عنهم هيتطروا تلقائيا يهاجم وقت خالد بقى الفريق اصلا ونتيجة سفل سفر عشوائي ما بالك لما يبدأ يهاجم وعايز يعوض لهذا بدخل مرماء وده العشوائي اللي احنا شفناها في الشوت التاني بعد ما ريالة خد قرار طبعا هو كده غصبا يجب ياخده من الاثنين فول باكس بتوعه لازم يطيره يعني النهاردة في الشوت التاني شفنا نادي اوكلند في الهجمات المرتدة قدام نادي الاثنين في الشوت التاني الاثنين دول طيرين وده النقطة كانت واحدة من النقطة بين نادي الاهلي دراس اوكلند بشكل كويس عارف استغلها حتى افتح حركات الاعتراف ان ارتداد لعبة اوكلند من الهجوم للدفاع بطيء للغاية الفريق هو في حالة الهجومية كانت بيعمل في الشوت التاني كانت طريقة واضحة او 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 يجذبهم بيرجحهم بيجيبهم من غاية نص ملعبه اتفضل يا باشا انت عايز تتعادل اتفضل اتعادل اللعيبة تبدأ تتقدم 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 اول ما يعده نص ملعب النادي الاهلي يحصل الهجوم والضغط على حامل الكرب اتبتتغلش في نص ملعبه تسيبه هو سيب اتنين بس هنا اوه مين كان بيقوم بالدور الضغط بالنسبة للاهلي حامدي فاتحي وقاليو ديانجي شوفنا طبع حامدي فاتحي وقاليو ديانجي عمالوه بشكل مميز جدا 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 واتقريت كزا مرة وشوفنا ان الاهلي راح بهجمات على طول ان الاهلي جاد عطول في برتداب يروح بكام على تاتة على اتنين احنا شوفنا مواقف كتيرة في الشوت التاني التاتة على اتنين حتى لو في واحد تالت على طول تلاقي النادي الاهلي عنده زيادة اربعة تلاتة حتى لما نزل افشة في كورة لما شوفنا افشة كان هو راح بوشه والهجمة كان اربعة تلاتة ده بسبب ايه بسبب ان النادي اوكليند بطيق للغاية في الارتداد من الهجوم للدفاع وكان بيسيب مساحات وده ندري استغل هذا الامر وشوفنا شوت تاني مميز واجمل ما فيه ان كل اللاعبة ظهرت به مستقبل هل كان هناك مفاجأة في التشكيل ان يبدأ من محمد شريف وما تبقى شب كهرباء لا خالص كان طبيعي انا اعتقد ده اسهل تشكيل الناس كنا توقيت قبل مباراة فيش حد توقع تشكيل الاهل قبل مباراة دي وغلط لان كنا عارفين ان كولر خد قرار بانه بدأ ياخد النادي الاهل الطريقة اربعة تلاتة 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 وبيبعد عن اربعة تلاتة تلاتة واحد بانه فوق الوقت اهو اربعة او خمس مباراة وده مفرقة كبيرة كمان الاهل الاهل الوقت مع كولر هتبدأ تبقى الطريقة الديفولت اربعة تلاتة تلاتة يعني دبل ايت يجب بيلعب واحد ارتكاز وبيلعب باتنين رقم تماني بقى اتخذت ويتخلى عن فكرة صانع الاعب بقاش عندنا صانع لعب صريح النادي الاهلي بيقدم شكل تكتيك جديد بيظهر بشكل تكتيك جديد مع كولر وشكل نجح لغاية بيامن خط لوس بتاعه بثلاتة عندهم كدرات دفاعية وعندهم كدرات هجومية واتنين عندهم بقى في الهجوم عندهم قدرات هجومية بحتة واضحة وبالتالي ده بيزود عددك انت حتى خلي بالك فاربعة انت واحد كنت غصبا عنك بتحاول انت تأمن بالاتنين ورى البلاي ميكر دلوقتي لأ هو خلاص اعتمد اربعة ثلاثة وايه ماشي معي بشكل ناجح واعتقد ان دكة الكلام بتاعتنا القاعدة بقت اكثر قوة بدخول بيرستاو ودخول كهربا ويوجود طبعا مجددا الجزء بقى المتعلق بنزول بيرستاو ونزول كهربا حاسنا ان فيه تأمسجام ما بين الاتنين بشكل كويس جدا كعب كهربا هدف بيرستاو نزول طاهر وتحركه قدام علي معلول تشعر كده ان الاهل عنده سكواد وقايمة تانية موجودة على الدكة لأ وخلي بقى ده هكمل نتكلم ايه بنتكلم فيه واحد دلوقتي رقب 8 يعني محترف جزائري مش موجود كمان مع الفرا وهو احمد القندوسي لأ نعم بقى قوة النيد الاهل نيكولر بدأ يصنع يعني شخصية وشكل جديد للفريق سواء من حيث طريقة اللعب نحنا اتفقنا عليها تغيارب من اربعة اتنين ديتها واحد ليه اربعة اتنين ديتها او حتى الصفقات الجديدة اللي بدأ اختيارها يبقى اختيار جوكر يعني هتلاقي يا محمد اي لاعب النهاردة بيتم اختيار لدخول قائمة الاهلي جوكر بيلعب كذا مركز قندوسي كلمنا بيلعب تمانية بيلعب ستة بيلعب عشرة بيلعب عالجناح مظبوط مروان عطية بيلعب تمانية وبيلعب ستة خلافتاح بيلعب باكي مين وبيلعب باكشمان وبيلعب مساك مين تاني كريستو بيلعب علي مين وبيلعب عشرة شمان وبيلعب بليميكر سعلي وكمان وانا شبتوا المبارات مع النجم السعلي لا فيها مهجم سريع فالفجأة بحتي ايه النهاردة كولر بيغير المنظومة واعتقد اي فريق بطل عنده عدد كبير من البطراء في نفس الموسم لازم يكون دكة البطراء بتاعته بقوة السيين اللي يكون كمان تعديهم وطبعا احنا كلنا متفقين يا محمد ان بيرسي تاو واحد من افضل المحترفين اللي جاءوا من النادي في سنوات الاخيرة ولكن لما ينتظم في المباريات وربنا يبقى عنه شر الاصابات لان الاصابة لو جاءت الاي لعب حتى لو مسي نفسه خلس انت صحيح نبتستفدش منه حاجة بيرسي تاو طبعا لعب كبير جدا واهم حاجة بيرسي تاو فعلا حركات بيرسي تاو مرعبة مرعبة لأي منافس بصراحة بس نتمنى ان شاء الله ان هو يستمر في الملعب اكتر من تقال لك حسين الشحات والاهداف وتحس ان حسين الشحات جايما كده لعب بيلعب في المونديال بشكل رائع جدا الهدف جيه ازاي وازاي هرب من الركابة بتاعة لعبة اوكلاند ويدخل لعمك الملعب غير ما يدخل طبعا الريالة طبيعا مدير فاني قلنا لي نادي اوكلاند موقف لعبته في الحالة الدفاعية ستة اربعة خلص ستة اربعة صفر اللي هو عارف الناديالي في الهجوم اللي يجب ان تعمل له ستارتين بس طبعا للاعبة مفيش وعي تكتيك زي ما شرحت فانت بعينك مش هتشوف ستارتين هتشوف الكامل متبعدين الكرة ازاكت اوكل النادي الاهل تخيل حسين الشاعات يا محمد اللي هو مفهود على الورقة هو جناح ايمن لعب النادي الاهل بتبدأ تسرق اعين المدافعين وده الراجل ده داخل بيسترسل 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 بغاية بيقف في نهوق بيقف في نهوق والكرة تلعبت اوت واتمررته اول ما لقى المساحة ومفيش ضغط للنزام التاركي محمد تاني لوعي التكتيك عن نادي اوكلان صفر مفيش ضغط خالص ده اسوأ شكل اي حارس مبعيد هو طبعا حارس طبعا كان في بلوك قدامه ضعيف يعني حارس مرمى نادي اوكلان حارس ضعيف للغاية لكن بخلاف ده كبان البلوك المحدود قدامه ده يعيق رؤيته وشان كيه شوفنا الكرة طبعا راحة بقوة جدا 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 لكن هم شايفها ومش متوقع كرة تيجي فين انت بقى وقف في الجون اللي مارسوا كرة القضى ده يعني تتفاجئ الكرة تشاطت ودخلت من جنبيك فده بسبب ايه ده دواريك الدقيق دي مقطة متفق عليها حسين الشحات هيخش هنا ويعمل دول ونحاول يا جماعة نسدد على الحارس لان طبعا عشان تقدر تتغلب على التجاتل الدفاع ده محتاج في بعض احيان انت تبعد بقى خلي بالك احنا جربنا كرة العرضية هم عندهم زحف قدروا يتعاملوا مع ابشة الكوالد ومكان طوار فقدروا يتعاملوا مع ابشة بايس احنا نجحنا منين نجحنا من التزديدات فعملها لنا حسين الشحات اللي فعلا 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 في الفتر اخيرة متقلط مشدة مع اللي بقى اختي معك بقى بجزئة مهمة جدا كان فيه تاكتك في لعبة القرات السابتة والضربات الركنية كانت دايما القرات الركنية بتروح على البعيدة او لخارج منطقة الجزاء ببساطة ليه؟ لأنه واضح جدا جدا من دراسة المنافسة بتتكلم على لاعبة اوكلاند عندهم اكتر من لاعب فوق الـ 155 سنت خلط الفعب الكامل فوق الـ 18 سنت اتنين مساكين فوق الـ 18 سنت فأنت اي منافسة معاهم داخل منطقة الجزاء في منتصف المنطقة بنسبة فوق الـ 90 في المنطقة كلها تحكم دا اكي التاكل اللي كان ببساطة انها انت ايه؟ انك عايز تهرب من الخناء اللي انك مش تاخدها عشان تكون صرحة احنا مش هناخدها احنا اطوالنا ما نجيبش الاطوال دي واكسامنا فأهم ما اكسامنا كانوا الاحسن مننا طيب انت عايز تعمل ببساطة عايز تلعب يعني هم يبقوا المتمركزين وقفين بنفس الشكل كان بيقف بيه المنتخب الفرنسي وورا بعضه وبتاعه ومقفلين لك المنطقة من الاول العرضة القريبة لغاية العرضة بعيدة فأنت عايز تعمل ببساطة عايز تخرج من الخناءة دي وعايز الكوة دا تلاعب لواحد يعني هم قد يضموا فتتلاعب لواحد هنا هو يمهدها واحد يخش يكملها او تتلاعب لواحد برا منطقة الجزاء يستلمها ويسدد ويستغل الزحمة دي دا انا فوجة نظرة تاعتك منطقي وتاعتك عقلاني لان نسبة حصولي على الكورة وسط الزحمة دي كان هيبقى وليل جدا كريم انا بشكرك على هذا التحليل والشرح الوافي لمباراة الاهل اوكلان سيتو زي ما انت شفتوا بالتأكيد كل التفاصيل الفنية لهذه المباراة الحمد لله الاهل يفاز وتأهل للدور الربعي النهائي بالتأكيد لازم ننوه ونأكد لكل السادة المتابعين معانا من خلال صفحة تموقع يلا كورة وصفحة جي إل سي سبورت وهدية مقدمة من جي إل سي سبورت اللي هتوقع معانا مباراة الاهل والسياتل الامريكي يوم السبت هيكسب تي شيرت النادي الاهلي شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء